جهاز الامن الوطني في المينيا قام بضبط خلية ارهابية تابعة لتنظيم داعش مكونة من 3 عناصر احدهم عائد من سوريا اثناء تواجدهم بمنطقة تقع في عمق الزهير الصحراوي الغربي بدائرة مركز بني مظهر الحقيقة احنا معنا صور يا شباب الزهير الصحراوي الغربي على بعد 35 كيلو متر من طريق البويتي الوحاد طبعا هذه الخلية الحقيقة ان بشكر الامن الوطني في الجيزة وفي الوحاد عاملين دور كبير جدا في كشف لان منطقة دي من ساعة حدثة الوحاد ودي كان الطريق الخفي والسري للارهابيين اللي جايين من داعش في ليبيا تم الابض على ربيع ميم ده مدرس ومقيم بقرية اشروبة مركز بني مظهر وهارب من حكم المؤبد لتوروته في اكثر من قضية ارهاب وصادر ضد حكم المحكمة العسكرية في وقته بالسجن ايضا مشدد 15 سنة لمحاولات قتل امين شرطة اثناء قبض عليه وتباين امتهم عائد من سوريا وشارك في الحرب ضد الرئيس بشار الاسد ايضا تم ضبط احمد عامل بالسكة الحديد ومحمد مقيم بمركز مغاغة وكان بحاوزة احدهم مسلاح ناري عبارة عن طبانجة وطلقتين الشبكة دي التم الابض عليها ويبتتحرك في صحراء الغربية طريق الوحاة المينية النهاردة في الحقيقة يعني اكثر من جريمة فيها اطفال وايضا فيها فتيات النهاردة تم زبح طفل على حد مسجل خطر في الاسماعيلية الموضوع هزل الاسماعيلية كلها في احدى المسجل الخطر من احدى قورة مركز القصصين طفلة ترتدي كامل ملابسها اهي مصابة بجرح زبحي بالرقبة من الجهة اليومنا وبسؤال والد الطفلة اتهم جاره محمود وشهرته كشفات اربعة وثلاثين سنة مسجل خطر سبق اتهمه في سبع قضايا سرقة وعقوة اتلاف وضرب ونصب ومحاولات قتل وكذا دابط المتهم والقامة المتهمة بسكين وتم التحفظ على الجاني واهو صورة المسجل خطر اللي هو اسمه محمود كشفات ودي الطفلة حاجة يعني بريئة ازاي ظهرة يعني حاجة صعبة وشافين الناس متأثرة جدا بهذا الحادث الاسناء محاكمة شاب متهم باغتصاب فتاة في كفر الدوار اشتركوا في القناة